موسيقى اهلا بكم الى جولة جديدة في السودان هذا المساء بضوها بالعناوين البرهان يتفق مع مسؤولين امريكيين على انهاء وجود اليونمت في اكتوبر المقبل موسيقى الديقير يعلن تمسك حزبه بقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية للحكومة موسيقى كباشي يقول ان التحقيقات ستكشف قريبا من يحاولون ضرب النسج الاجتماعي بجلوب كردفان موسيقى موسيقى اهلا بكم اتفق رئيس المجلس السيادي مع مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية ومع المبعوث الامريكي الخاص للسودان خلال اتصال هاتفي على انهاء امد بعثة اليونمت في اكتوبر المقبل وقال لا مجال للتجديد لها وان مهام البعثة الاممية الجديدة ستكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها خطاب السودان للامم المتحدة في السابع والعشرين من فبراير الماضي وعبر رئيس مجلس السيادة للمسؤولين الامريكيين ناجي وبوث عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة الامريكية من دعم له لمواجهة جائحة كورونا ودعاهما لدفع جهود مفاوضات السلام التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وذلك لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للارهاب واكدانا الحكومة الانتقالية بكل مؤسساتها تعمل في تناغم وانسجام تعم اعلن حزب المؤتمر السوداني تمسكه بقوة الحرية والتغيير كحاضنة سياسية لحكومة الفترة الانتقالية ونفى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بانسحابهم منها ودعا الى وحدة شعبية عريضة خلف رؤية وطنية متوافق عليها للانتقال لاستكمال مهاب الثورة وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الديجير في لقين اعلامي باكالة السودان للانباء ان القوى الحرية والتغيير تواجه مصاعب حقيقية ينبغي مواجهتها والعمل على تجاوزها والمتمثل في قصور هياكل التحالف وعدم وضوح الرؤية السياسية في عدد من قضايا المرحلة الانتقالية المفصلية وعدم وجود تمثيل عادل للكوى الرئيسية ذات الثقل الكمي والنوعي فضلا عن غياب قنوات مؤسسية تربط بين الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية وضعف الصلة المؤسسية بين الجسم المركزي لقوى الحرية والتغيير وتنسيقياته وعشر الديجير الى ان الصيغة القديمة التي سادت في الحرية والتغيير تحتاج الى مراجعات جذرية وذلك عن طريق الاسرعي بعقد المؤتمر التداولي بحضور كل المكونات الموقعة على اعلان الحرية والتغيير ولجان المكاومة وممثلي تنسيقيات الحرية والتغيير في الولاية هو طبعا ده واحد من ابداعات وده طبعا اكبر تحالف سياسي ممكن في تاريخ السودان الحديث وانجز انجاز غير مسبوق وتمكن من انجاز التغيير وانه يقنع الطيف الاكبر من جماهير الشعوب السودانين تلتف حوله وهو يمشي معاها في انجاز التغيير وده ما حصل يعني لكن هو واضح ان الخنادق تفرغت كده يعني ما اصبح خندق الثورة هو واحد فبالتالي نحن عايزين نعود الى خندق واحد كلنا نكون موجودين فيه ما في اي فرصة لأي شخص او قوة سياسية تكون في خندق منفرز عن خندق الجماعة بتاع الثورة فبالتالي نحن متمسكين بقوة الحرية والتغيير كحاضنة هي لمسيرة التغيير ده ولكن يجب ان نعترف ان هي محتاجة لايصلاح ومحتاجة لتصحيح وتطوير قال عضو مجلس سيادة الانتقالي شامس الدين كباش ان التحقيقات ستكشف قريبا عن من يحاولون ضرب النسج الاجتماعي بالولاية جنوب كردفان وعز كباش لدى مخاطبته لقاء الفعاليات الشعبية بمدينة ابو جبيها عز الاحداث الاخيرة بالولاية التي راح ضحيتها اكثر من خمسين مواطنا وخلفت حوالي اربعين جريحا الى تداعيات الحرب التي طال امدها بالولاية وجدد حرص الحكومة على تحقيق السلام في ربوع البلاد عبر التفاوض واكد ان تحقيق السلام يمثل هدفا استراتيجيا لحكومة الفترة الانتقالية عيل الوقت اللي سيتم الكشف عن الذين يسعون لتفتيت النسج الاجتماعي والتعايش السلمي الموجود في ولاية جنوب كردفان اللي عرفت بانها هي ولاية انموذج وتمثل لوحة للسودان الكبير كنا بنقول الدار يشوف السودان يشوف جنوب كردفان لكن اللي حصل كان شي مؤلم على كل الخسائر كانت كبيرة لحد الاخر حاجة 56 شهيد 41 جريح من المدنيين والعسكريين والصراع يمكن اللي ذات في هذه النسبة الكبيرة في نسبة الخسائر يمكن يعني تشير الدلائل الى تورط عناصر من بعض القوات النظامية من جانبه كان وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي ان وزارته ستعمل على صياغة الحكم المحلي وحياء الجانب التنموي بما يحفظ حقوق المحليات وتفعيل دور الادارة الاهلية في حل القضايا الامنية بجانب العمل على معالجة احتياجات الادارات الاهلية مع وزارة المالية نحن من جانبنا وزارة الحكم الاتحادي نحن شكالين الان باتجاه ترسيخ التنمية في المحليات اي باستعادة الحكم المحلي المستوى التالي المستوى كان مغيب مغيب لانه كان في مركزية قاتلة جدا وبالتالي الجانب التنمو فيه كان ضعيف لانه مسلوب الارادة ما عنده موارد حتى الموارد هي صحية كإمكانات موجودة ولكن الموارد كان وين بتمشي تمشي المركز والمسألة المسألة دي المعكوسة دي ان احنا دارين نعيد المسألة دي من جديد بالنسبة للمحلية اكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايش ان استراتيجية الدولة لبناء السلام المستدام في البلاد تنضي الى تحقيق الاهداف كبه هو مخطط لها وابان التعايش عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها وفد المجلس السيادي في نيالة مع لجنة امن الولاية وقوى الحرية والتغيير والمدراء العاميين للوزارات ان خطة بناء السلام المستدام والاستقرار وفرض هيبة الدولة لا تراجع عنها وحسم المتفلتين ومثيري الفتن عبر القانون وقال انه لا يمكن ان يعاقب المجتمع في دارفور بافعال عصابات متفلتة واضاف التعايش جاء الوقت ليأخذ الجاني جزاءه دون ان يضار احد من مجتمعه الحكومة بزلت جهد كبير ومنقطع النظير لضرورة الوصول الى اتفاق سلام شامل يعانج جزور الاشكالات ويزيل الاختلالات التنموية ما بين الاقاليم وما بين المركز دي السياسة الاستراتيجية ونحن على اعتاب الوصول الى اتفاق سلام دايم ده لا يعني بأي حان من الاحوال انه خلال العمل للوصول الى اتفاق سلام دايم انه تسمح الدولة بأي شكل من اشكال التفلت والخروج عن القانون انتشرت قوات الدعم السريع بشكل واسع في مناطق ولاية جنوب دارفورة التي شهدت اضطرابات امنية بسبب النزاعات القبلية خاصة مناطق محلية امدافوق على حدود السودان مع افريقيا الوسطى وعلنت قيادة قوات الدعم السريع منع التجمعات واستخدام الدراجات البخارية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على البلاد هذه الايام الا ان حاجة الناس هنا لتعزيز الاستغرار الامني كانت حاضرة هنا في امدافوق كانت تأكيدات قادة المنطقة على التمسك بالاستغرار ودعم جهود الحكومة للقضاء على عصابات التفلت ومثير النزاعات والمحافظة على علاقة حسن الجوار ومساعدة القوات النظامية على تحقيق اهدافها بنعتبرهم انهم دي الحماية السودان وبيحمونا انحنا ان شاء الله ونرحب بهم ونتقدم لهم كل المساعدات ونحن كتعايشة نقولها بالواضح كده ما عندنا مفلت له ولكن لو بقينا عندنا متفلت واحد او اثنين كان قبطنا مسليموا لهم فيها الدول اشتغلنا شغل للأفارغة ذاتهم كده في بعضهم انه صالحنا منهم يمكن ثلاثة مكون رئيسي اللي هما الكاراء والصاراء والهوسة تبقى قضية الاستقرار الاجتماعي ودعم السلام والتعايش بين المكونات هنا وحدة من القضايا التي تعمل فيها السلطات هنا هذه الايام خاصة القوات النظامية التي حققت انتشارا في كل المناطق خاصة المناطق الحدودية لتعزيز الاستقرار وتأمين حركة البادية قبل موسم الخريف وفي منطقة الكركر على حدود السودان مع افريقيا الوسطى كانت شكوى سكان هذه المنطقة من اعتداءات المتفلتين التي احدثت نوعا من عدم الاستقرار الا ان وصول تعزيزات الدعم السريع ادخلت في نفوسهم الاطمئنان والارتياح مع تأكيد حسن علاقة الجوار ايادة قوات الدعم السريع بعثت بتطمينات ميدانية لكافة المواطنين في هذه المناطق من خلال تنفيذ خطة الانتشار على جميع المناطق فرضا لهيبة الدولة وحسما لكل الظواهر المخلة بالامن والاستقرار وصلنا الى مدافوق واجتماعنا مع هنة تعيشة في مدافوق وجينا لهنة الفلاتة في منطقة كركر لطمأنطهم والوقوف على احوال المواطنين ونحن دفعنا بقوات لمنطقة مدافوق والكركر لتعزيز الامن وتبقى قطة انتشار القوات النظامية وانفتاحها على المناطق الحدودية هي العاملة المهمة في خلق الاطمئنان وتعزيز الاستغرار والمحافظة على العلاقات الاجتماعية للسكان مهد العزيب الشروق بلاية جنوب دارفور منطقة الكركر محلية امنا فوق اكدت وزارة الصحة تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة منها أربع في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في ولاية الجزيرة وضحت زارة الصحة أن الحالات الجديدة سجلت منها 42 إصابة في الخرطوم والإصابات الأخرى في خمس ولايات وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3976 حالة بينها 170 وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 502 شخص وشددت زارة الصحة على همية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاجتماع اطلع وفد الرفيع المستوى من مجلس السيادة والوزراء برئاسة صديق تاور على مدمى للأوضاع الصحية والأمنية والخدمية بولاية سنار وعاقد الوفد اجتماعا مع حكومة الولاية استمع فيه للأوضاع الصحية بالولاية وكانت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا ان زيارة مجلس السيادة والوزراء لسنار تأتي للوقوف على وضع الولاية وجهودها في ابطاء انتشار فيروس كورونا واشهدت بجهود وزارة الصحة بالولاية والكادر الطبي في التعامل مع وباء كورونا الحمد لله يعني نورونا الوالي نورنا ومدير الصحة نورنا واعطانا تقرير عن مجابهتهم لوباء كورونا وعرفنا انه حمد لله انه عدد الاصابات عندكم لم تتجاوز الميتين تلاتة وتمانين وحمد لله انه الوفيات واقفة لحد العدد عشرة وفي حالات شفاء لا بأس بها وجد انا يعني اكتر حاجة يعني اعجبت بها بها انه في مركز اثلي في كل مستشفى من جهته قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية على مدين البشر ان ولاية السنار ومن خلال التقارير الصحية قطعت شوطا في التعامل مع جائحة كورونا واكد دعم المركز لدرء كورونا ودعى بشر المواطنين بسنار الى تعزيز ركائز السلم الاجتماعي والتعاوش المجتمعي بالولاية شكلت الحكومة الوفود لعدد من الولايات لمعرفة ما يجري في الولايات والاطمئنان الاحوال الصحة العامة من جائحة كورونا ونحن الحمد لله في مدينة السنجة حاضرة ولاية السنار ولاية الخير ولاية العطاء عدنا اجتماعين اللولة كانت مع الحكومة حكومة ولاية السنار وكان اجتماع موفق ناقش فيها العديد من الاجندة كان في مقدمتها جائحة كورونا وكيف نقدر نحاصر ونقلل من جائحة كورونا دعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا من الولايات الخرطوم الى ضرورة الموازنة بين الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية للوقاية من مرض كورونا وبين ضرورة معالجة اوضاع الفئات المتأثرة بالحظر الصحي واستعجرت اللجنة اهمية الاسراء بتوصيل دعم الدولة لتلك الفئات والاستمرار في تقديم السلع من المنتج الى المستهلك وتسهيل حركة المواد الغذائية بالمدن فيما قررت اللجنة الاستمرار في تنظيم حركة حاملية التصاريح المرورية والتأكد من استخدام التصريح للغرض الممنوح له مع تسهيل مرور افراد ومجموعات الطوارئ الصحية كما استمعت اللجنة لتقارير من المديرين التنفيذيين بالمحليات حول توفر خدمات الوقود والخبز وعمال النظافة والعمل على معالجة قطعات المياه في بعض المواقع وزعت معتمدية اللاجئين بولاية الشمال دارفور بالتعاون مع المفاوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي حزمة غذائية متكاملة للاجئين من دولة جنوب السودان المتواجدين بالفاشر وتشمل المساعدات الذرة والدقيق والسكر والزيت لعدد 496 أسرة ما يقارب 1500 فرد وذلك لمقابلة حالة الحظر التي فرضتها جائحة كورونا وأشهد مدير مكتب معتمدية اللاجئين بالولاية محمد أحمد زريبة بالتجاوب الذي وجدته المعتمدية من مكتبي المفاوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في توفير الحصة الغذائية التي قال إنها تكفي لثلاثة أشهر واستعرض زريبة جهود معتمدية لمكافحة جائحة كورونا بتوفير وسائل نظافة وحماية شخصية تمثلت في طلبات رش ومعاقمات وأسرة لدعم مركز العزل والحجر باللعيد إلى جانبي تشهيد ثلاثة مراكز لمقابلة أي تسلل محتمل للاجئين من دولة جنوب السودان بالإضافة إلى فتح ثلاثة مراكز أخرى ودعمها بالمعينات والمواد الضرورية إتار الوضع المسجد لماذا كورونا حول العالم وخاصة في لاشي مالدار فور لوجود وباء لهذه الحالة قدمنا بعد مرسلات ومكاتبات وعملات بأن أخوانا في الموضوع الأمم والمتحدة من المسجد في الزارة العالمي ومفوال السمش واللاجئين قدرنا إنه نوفر غذاء لمدة ثلاثة أشهر للاجئين في مدينة الفاشر لعدد أبو 166 نصرة و183 فرد وأنا في هذه اللحظة شاكري أنه نقدم تحايا تقدم تحايا للأخوانا والأخوان مستسامة واللاجئين بخيارة فورشينات النجاسي مدير عمليات الحماية بولاية دارفور سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل مباحثات سودانية مع وزيري الرئي المصري والإثيوبي بشأن بدء التفاوض حول سد النعبة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد وإلى هذه الجولة في أخبار العالم حيث قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان اليوم الثلاثاء أن روسيا نشرت مؤخرا مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك وقال البيان المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيرانا هجومية لمجموعة واجنر التي تساند الجيش الوطني الليبي في قتال حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وضف أن الطائرات وصلت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا حيث وعيد طلاؤها للتنويه على أصلها الروسي ولم يتسنع للفور الاتصال بمسؤولين في روسيا للتعليق وكانت معثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أدارت ما تصفه بتدفق سيل هائل من السلاح والمقاتلين على ليبيا انتهاكا للحظر على تزويد الأطراف الليبية بالسلاح قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الثلاثة أن روسيا ستقيم العرض العسكرية السنوي بمناسبة يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الرابع والعشرين من يونيو بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد وضطر بوتين لتأجيل احتفالات روسيا بيوم النصر في التاسع من مايو بما فيها العرض العسكري الكبير الذي كان سيقام في الميدان الأحمر بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على انتصار السوفيت في الحرب في حالية فرنسا جان ايف لودريان اليوم الثلاثين العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني في قرار وصفه بأن له دوافع سياسية وضف الوزير الفرنسي لإذاعة فرنسا الدولية هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا لذلك فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فريب عاد الخاه دون أي تأخير وتبع هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة وكانت إيران قد حكمت على عاد الخاه بالسجن لمدة ستة عوام في تهب تتعلق بالأمن القومي وتقبع عاد الخاه داخل أحد السجون بإيران منذ عام قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل لن تفوت فرصة تاريخية لمد سيادته على أجزاء من الضفة الغربية ووصف الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يصعون لإقامة دولتهم عليها وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي وحدد نتنياهو في اجتماع مع مشرعين من حزبه الليكود ضم الأراضي بأنه ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من عدة أوجه من عدة أوجه وشكل نتنياهو وغانتس الحكومة في السابع عشر من مايدو ذكر التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا وقال التلفزيون الرسمي بحسابه على تويتر نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ويوم الإثنين قالت السلطات السعودية إنها سترفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي برفع حظر التجوان في الحادي والعشرين من يونيو في عموم البلاد باستثناء مدينة مكة نقلت مجلة فوكس اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية قولها إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر لرحلات سياحية إلى أحدى وثلاثين دولة أوروبية اعتباراً من الخامس عشر من يونيو إذا سامح وضع فيروس كورونا بذلك وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء غداً الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى ست وعشرين دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة الشينغين المفتوحة الحدود وهي أسلندا وليختين شاين والنرويج والسويسرا وقال وزير الخارجية هيكو ماس في الثامن عشر من مايو إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى الخامس عشر من يوم في أخبار الاقتصاد عقد وزير الريو الموارد المائية ياسر عباس اجتماعين منفصلين مع نظيريه وزير الموارد المائية والريي المصري محمد عبد العاطي وسيلش بغلي وزير المياه الأثيوبي لبحث ترتيبات استيناف مفاوضات سد النهضة قريباً وأكدت وزارة الري في بيان لها أن اللقاءين المنفصلين انعكدا عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور إثنين من أعضاء وفد التفاوض الفني من كل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وضافت وزارة الريانة الاجتماعين جاء وفقاً لمخرجات اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك منذ أيام مع نظيريه رئيس الوزراء المصري والإثيوبي وذلك بتكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات استيناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن أعلن بنك السودان المركزي إصدار وركة نقدية فئة المائتي جنيه وقال البنك إن الخطوة تتادي استناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعد العملة النقدية الجديدة من فئة المائتي دونية الطبعة الثانية بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية تختلف عن الورقة المتداولة المتداولة من ذات الفئة وأوضح بنك السودان المركزي أن مضمون الورقة السكن والسكان ولونها الأساسي هو اللون الأصفر أعرب مزارعون في ولاية نهر النيل عن قلقهم إزاء شح الوقود مخصص للقطاع الزراعي بالولاية وأشاروا إلى تراجع كبير في الحصة المخصصة للمشاريع الزراعية التي تعتمد على الجازولين خاصة مناطق جنوب الولاية التي تعتمد بشكل أساسي على الطلمبات العاملة بالوقود في عمليات الريه ويخشى عدد من المزارعين من فقدان مغروساتهم في ظل انعدام الجازولين لشهور طويلة وناشدوا حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بالتدخل من أجل إنقاذ القطاع الزراعي بالولاية في أخبار الرياضة أبدى نادي هلال الأبيض رفضه القاطع لمخترح إلغاء الدور الممتاز وهددت إدارة نادي هلال الأبيض بقرارات وصفتها بالقوية حال تم اتخاذ قرار بإلغاء المنافس وقال نائب رئيس هلال الأبيض ناجي علي إن ناديه يؤمن على إكمال الموسم وأضاف أن فريقه الأقرب للتتويج باللقب ويحتل هلال الأبيض المركز الثالث في منافسة الدور الممتاز قبل توقف المنافسة بسبب جائحة كورونا ويعتقد أنصار النادي أن فريقهم مؤهل لنيل لقب المنافسة هذا الموسم وقال نائب رئيس هلال الأبيض إنه لا يمكن تتويج نادي دون إكمال المنافسة حقق الدرب السوداني لكرة القدم مركزا متقدما بين الدربيات العربية وذلك وفقا لاستطلاع نجرته صحيفة البيانة الإماراتية فقد حل درب الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم في المركز الرابع بالاشتراك مع الدرب السعودية الهلال والنصر وحل درب الدوري المصري الأهل والزمالك في المرتبة الأولى يليه درب تونس الترجي والأفريقي في المركز الثالث وجاء الدرب المغربي الرجاء والوداد في المركز الثالث وفقا لاستفتاء صحيفة البيانة الإماراتية في ختام السودان هذا المساء هذا تذكير بأبرز العناء المرهان يتفق مع مسؤولين أمريكيين على إنهاء وجود اليونفد في أكتوبر المقبل الدمير يعلن تمسك حزبه بقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية للحكومة كمباشي يقول أن التحقيقات ستكشف قريبا من يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي بجنوب كردفان نهاية سودان هذا المساء قدمناه من كناة الشروق شكرا نتيب المتابعة إلى اللقاء موسيقى